السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة ارين كروشي هنعمل مع بعض الشيال البسيط ده تشرح لكه اول كم سطر منه ليه اصلا تبقى تكرارات يعني تكرارات لقيت لما تخلصي الشيال عندنا الدوارة الزوامة دي الدوارة الصغيرة دي عبارة عن سلاسل العمود اللي في نصه شرطة ده عمود بلفتين ماشي للصغنانة الزائد الزوامة دي يعني حشو. طيب هنا دي كده تلاتة عمود بلفة مع بعض او عايز تعمليها الاحسن بالنسبة لي كانت ايه تلاتة عمود بلفتين مع بعض وهتشوفي في نهاية الفيديو شكلهم. آآ دي غرزة بيكو. نسيت اشرحها في الفيديو بس عادي ممكن تعملي دور تاني فوقيها حشو وتعملي غرزة بيكو. او هكمل هرجع صورتين. تمام? بس آآ سهل قوي قوي البطرون يعني وهوريكو برضو صورة الشيالة آآ من النت يعني لان انا ما خلصتوش للنهاية طبعا. يلا نبدأ بسم الله. بسم الله رح نروحي من الدور الاول. هرتفع اربع سلاسل واحد اثنين تلاتة اربعة. وبعد كيف اول سلسلة دي هشتغل عمود بلفتين. هي الاربع سلاسل اللي دي عبارة عن عمود بلفة سلسلة. عمود بلفتين وسلسلة يعني. ومفروض يبقى خمس سلاسل على فكرة. خمس سلاسل. عمود بلفتين وسلسلة. الاف لفتين وادخل في اول سلسلة دي اعمل عمود بلفتين. وبعد كيف اتنين سلسلة عمود بلفتين. كل ده باشتغل في اول سلسلة. تمام? بس العمود بلفتين سلسلتين عمود بلفتين دول مفروض ان هما هيبقوا ايه? في نص الشال كله. وبعد كده سلسلة عمود بلفتين. ده كده اول دور. هيبقى ده الشكل عندي. في فراغ اتنين تلت فراغات. بعدك ارتفع اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة. والف الشغل. هلف برضو مرتين على الابرة. الف الشغل. اول عمود او اخر عمود عندي كنت عملي ده. هدخل في راسه. هعمل عمود بلفتين. يبقى انا كده في اول العمود عندي دوت. عندي في عمود بلفتين سلسلة عمود بلفتين. تمام? وبعد كده. اتنين سلسلة. سلسلتين ونص عمود في راس العمود بلفتين ده. راس العمود بلفتين ده. هدخل اعمل نص عمود. بعد كده ارتفاع اتنين سلسلة. بعد كده اعمل عمود بلفتين بقى في الفراغ ده. الفراغ السلسلتين. عمود بلفتين. سلسلتين. عمود بلفتين في نفس الفراغ. ده كده بيبقى منتصف الشال. بكاتنين سلسلة. نص عمود في راس العمود بلفتين اللي جاي. اتنين سلسلة. بعد كده. آآ عمود بلفتين فين بقى في السلسلة الرابعة من الايه السلسلة اللي كنت مرتفعة بيها. هدخل كده. هعمل عمود بلفتين. سلسلة. عمود بلفتين. دي بقى انا الشغل رايح جاي. ده الشكل كده لغاية دلوقت. الدور الثالث والدور الرابع هما بقى اللي هيبقى عندي التكرارات للشال لغاية النهاية. نفضل نكرر فيهم. الدور الثالث اربع سلاسل. والف الخيط مرتين. والف الشغل. وفي اول عمود. في اول راس عمود هتقابلني اعمل عمود اتنين لفة. بعد كده. سلسلة. عمود اتنين لفة على العمود باتنين لفة اللي جاي ده. تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. وعندي هنا كنا عاملين سلسلتين نص عمود سلسلتين. هتخطاهم. ماليش جاوة بيهم مش هشتغل فيهم. وعمل عمود باتنين لفة على العمود باتنين لفة اللي جاي. يبقى نتخطيت الجزء ده كله. تمام? وبعد كده سلسلة. عندي الفراغ بتاع سلسلتين اللي في النص ده اتفقنا عليه. هنشتغل فيه دايما عمود بلفتين. اتنين سلسلة. عمود بلفتين. بعد كده ارتفع سلسلة. ماشي. وعمود بلفتين على العمود. بلفتين اللي جاي. بعد كده ارتفع تلات سلاسل. هتخطى سلسلتين نص عمود سلسلتين. واروح في راس العمود اللي بلفتين اللي جاي ده. اعمل العمود بلفتين. بعد كده هرتفع سلسلة. بعد كده اشتغل على السلسلة الرابعة. التالتة من السلسلة اللي ارتفعت بيها. هدخل فيها كده اعمل عمود بلفتين. عمود بلفتين واحد. سلسلة. عمود بلفتين في نفس المكان. ده كده الدور التالت اللي هيكرر معي. هافضل اكرر التالت والرابعة. الدور الرابعة. اربع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربع. عمود بلفتين في نفس البلف الشكل. وباشتغل عمود بلفتين في نفس العمود اللي انا كنت فيه. اهو. الاتنين في نفس المكان. وبعد كده. هاعمل سلسلتين. وهروح للعمود بلفتين ده. اعمل حشو في راس العمود. وسلسلتين. وبعد كده عمود باتنين لفة على العمود باتنين لفة اللي جاي. بعد كده سلسلتين. حشو. فيه التلات سلسل. سلسلتين. بعد كده عمود باتنين لفة على العمود باتنين لفة. سلسلتين. حشو على راس العمود اللي بلفتين اللي جاي. بعد كده سلسلتين. بعد كده في فراغ السلسلتين اللي عندي اعمل عمود بلفتين. سلسلتين عمود بلفتين. ابدأ تاني اكرر. سلسلتين. حشو على راس العمود بلفتين ده. سلسلتين. بعد كده عمود بلفتين على العمود الجاي. سلسلتين. حشو على التلات سلسل. سلسلتين عمود بلفتين على العمود الجاي. سلسلتين. حشو على راس العمود الجاي. سلسلتين. وفي اخر السلاسل اللي عندي في السلسلة التالتة هدخل اعمل عمود بلفتين. سلسلة عمود بلفتين. وبس كده بشتغل التكرار لغوية اخر الشال. بيبقى فيه بقى النهاية بتاعت الشال. هعملها سويا. هيفضل يكبر معنا. عشان بيقفيتها زايدات في الجنب وكده. فدي ايه اللي بتفضل تكبره بازن الله. لما نخلص الشال هنعمل الاطراف الخريجية ازاي? اول حاجة هنرتفع اربعة سلسل. اشتفعت اربعة سلاسل. حليف الشغل. عمود بلفتين في نفس الغرزة. ماشي? وبعد كده. بنين سلسلة. ده الاطراف الخريجية. واروح في العمود الجاي اعمل حشو. بنين سلسلة. واروح في الحشو ده اعمل حشو. واخر دور هيبقى كله عواميد اصلا. هيبقى الدور الثالث يعني. ماشي. هتشتغل في راس العمود حشو. اتنين سلسلة. منقيت اتنين سلسلة. حشو واتنين سلسلة. اهو مع لشي الحشو دي. يبقى اتنين سلسلة. حشو واتنين سلسلة. وبعد كده الف الخيط ادخل في العمود الجاي. اعمل حشو. بس ما كملوش. والف تاني. وادخل عشان اعمل حشو. واسحب من حلقتين وما كملوش. كمان مرة. عمود اسحب من حلقتين وما كملوش. هيبقى عندي كام? اربع حلقات على الابرة. اسحب من لون كلهم. يبقى ده كده تلاتة عمود بلفة مع بعض. بعد كسلسلتين. هروح للعمود الجاي. اعمل حشو. ماشي. واسلسلتين. هروح للعمود اللي بعده اعمل حشو. كمرة ربقى? ها. سلسلتين كمان. وبعد كده هروح لراس العمود الجاي. اعمل تلاتة عمود بلفة مع بعض. ده. انين. عايزة تخليه عمود بلفة ماشي. عايزة تخليه عمود بلفتين ماشي. جاي تلاتة عمود بلفة مع بعض. طب لو عملته تلاتة عمود بلفتين. خلف الخيط مرتين. بدخل. اسحب. اسحب من حلقتين. واصحب من حلقتين. وقف. خلف الخيط. ادخل. اسحب. اسحب من حلقتين. من حلقتين. وقف. خلف الخيط مرتين. ادخل اصحب من حلقتين من حلقتين واقف برضو هيبقى عندي اربع حلقات على الابرة واسحب. هتبقى ايه? فيها الحجم كبير شوية عندي. حسب بقى ما انت تحبي اخر الشيل بتاكي بقى انهي واحدة فيه. انا رأيي دي احسن عمود بلفتين. ما تبقى شكلها احلى. هي الجزء اللي كنت نسيت اشرح. بصوا بقى. بعد ما نعمل تلاتة عمود بلفتين مع بعض. انا بقول لكم العمود بلفتين احسن من العمود بلفة. ارتفع تلات سلاسل. وبعد كده في اول سلسلة من ارتفعتي بهم. الحلقة دي مع الحلقة اللي وراء بتاعتها. دخل يا عملي منزلق. بقى ده كده ايه? غرزة الباكو. عملوية فوق كل واحدة كده تبقى لها بتبقى شكلها حلو يعني. ماشي. بعد ما بتعملي غرزة الباكو تروح يرجع عملة سلسلتين عشان بس عايز اوريكم غرزة الباكو وحشو. في الغرزة اللي جاية. مش الغرزة الجاية. تبقى بها ايه زي بوس كده مبر. مشي الله بي. موسيقى